استشهد ستة فلسطينيين وأصيب العشرات في قصف للاحتلال المتواصل على مدينة غزة وكذا جنوب القطع أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن ثلاثة أشخاص استشهدوا بعد قصف الاحتلال لمجموعة من الأهالي قرب دوار الكويت في مدينة غزة فيما نقل جثمانا شهيدين إلى مشفى غزة الأوروبي بعد قصف الاحتلال بلدة بانيوس هيلا شرق خان يونس أعلن الهلال الأحمر أيضا استشهاد نازح برصاص قوات الاحتلال في ساحة مشفى الأبل